طبعاً إذا رجعنا إلى قانون تمويل العجز حقيقةً كان هناك لغط كثير على هذا القانون وخصوصاً عندما طلبت الحكومة مبالغ في بداية العام 57 تريليوم وبعد ذلك نزل إلى 41 وبعد ذلك إلى 31 حقيقة هذا أثار حفيظة القوى السياسية واللجنة المالية وبالتالي لم تكن واضحة رؤية الحكومة في ما يخص هذا أو تمويل العجز صراحة طبعاً حتى نتجاوز هذه المشكلة ونتكلم بمنتهى الوضوح طبعاً هناك قوى لا ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة وهناك قوى سياسية أخرى مستعدة للانتخابات بل هي فصلت قانون الانتخابات وفق ما تراه مناسب لها هذا القوى قبل ما نأتي للقوى التي فصلت قانون الانتخابات ما ننسبها القوى هذه تعبر صراحة تعبيرها واضح بصراحة عن التأجيل لا مو عن التأجيل وإنما رفض قاطع موضوع تعدد الدوائر الانتخابات هي مع إجراء انتخابات المبكرة لكن بهذه الكيفية وبهذه الطريقة هي رافض القانون فهل ترى أن رفض القانون من حيث تعدد الدوائر أثر على إرادة التمويل مثل ما يقول رئيس الوزراء لا لا هو مو هذا المعنى لأنه تذري اليوم القوى السياسية وسيد رئيس الوزراء داخلين فيه سجال ومناكفات سياسية فيما بينهم فبالتالي هو الموضوع كان غير واضح من قبل حكومة عندما طلبت المبالغ وبعد ذلك عندما كانت هناك رفض ومداخلات من اللجنة المالية بدأ ينزل فحتى نحن نخلص من هذه الإشكالية البرلمان والقوى المصر على إجراء انتخابات في موعدها حقيقة هي طلبت من رئيس الوزراء أو حكومة أنه تقدم الموازنة 2021 وتضمن المبالغ المطلوبة يعني هسا إحنا مثلا لإجراء الانتخابات قلنا أكو جانب فني وجانب لوجستي ممكن يتحدثون عن المختصين لكن هناك الموضوع الآخر اللي مهم هو قبل توفير الأموال إحنا السؤال اللي يجب أن نسئله عندما نجري انتخابات مبكرة وهذه أول مرة أو سابقة أولى الصير في الوضع السياسي العراقي بعد 2003 هذه الانتخابات هي من أجل استقرار سياسي فإذا ما كانت هناك مشاركة فاعلة من قبل المواطن العراقي أو الجمهور العراقي أيضا راح تكون هناك شكوك في نجائج الانتخابات